تقول فتاة ذات خلق ودين في أول يوم من أيام شهر رمضان وأثناء صلاة التراويح وقفت بجانبي طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وقد صلت أول ركعة معنا ثم جلست على الأرض عندما نصل للسجود تسجد معنا وتدعو بخشوع وفي الاستراحة قلت لها هل يصح أن نسجد فقط ونترك بقية الصلاة فقالت ماما قالت لنا في السجود نكون قريبين جدا لربنا وأنا أريد أن أكلم ربنا في أمر مهم أريد أن يأتي يا بابا للمسجد بدلا من المقهى ثم جاءت طفلة أكبر منها بعامين ونادت عليها صفية هيا نذهب للبيت بعد أن غادرت صفية المسجد شغل عقلي سؤال حيرني ما الذي فعله والد صفية في حياته كي يرزقه الله بصفية وبذرية تدعو له وتحمل هم صلاحه ومن قبلها رزقه بزوجة تعلم ابنتها الدعاء ومعنى القرب من الله عز وجل في السجود وفي اليوم الثاني وقبل موعد صلاة التراويح بنصف ساعة وجدت صفية فسألتها إن كان بيتها قريب فعرفت أن البيت قريب وأن والدها بالمقهى وأمها بالبيت فذهبت معها لبيتها ورحبت بي الأم فحكيت لها ما دار ليلة أمس بيني وبين صفية فابتسمت وقالت لي والدها كان لا يترك فرضا ولأنه لا يرضى بالفساد كاد له بعض العاملين في المصنع واتهموه بما لم يفعله وتم فصله من العمل ومن يومها وهو فيهم وأصبح يتصرف معي ومع أولادنا بعصبية شديدة وأصبحنا لا نملك إلا الدعاء له ثم فوجئت بزوجها يدخل علينا مبتسمة وحمل صفية وأخذ يقبلها ثم قال لزوجته لقد ظهر الحق تم التبرئة وترقية ومعاقبة كل الفاسدين كانت سعادتي كبيرة فقلت في نفسي ما أعظمك يا الله لم ترد دعاء صفية وأختها رغم ابتعاد والدهما عن بيتك الذي كان من قبل يأتيك فيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا المحمد